اشتركوا في القناة من الاسنان في فمه او ان الالف من الطلاب الصينيين يلعبون دورا مشهورا في نفس الوقت في لعبة في الحياة الحقيقية هذا الفيديو سيكون ممتعا لأولئك الذين يعتقدون انهم رأوا كل شيء في العالم فابقوا معنا لمتابعة ذلك لكن وقبل ان نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد ترى كم عدد الاسنان في فم الشخص انا متأكد من ان معظمكم قد قال الان الرقم الدقيق اثنان وثلاثون حيث يكون لدى الشخص البالغ اثنان وثلاثون سنا دائما هناك اشخاص على هذا الكوكب اثنانهم اكبر بكثير مما يمكن ان تكون ستة وثلاثون او خمسة وثلاثون او ثلاثة وثلاثون او حتى مئتين من الصعب تصديق ذلك لكنه صحيح والسبب هو مرض دانتي باختصار هذا شدود في الاسنان المعبر عنها في وجود اسنان الزائدة هذا الشدود تجلى في كل شخص بطرق مختلفة بالنسبة لبعض الاشخاص فانها تعطي فقط بضعة اسنان اضافية اي حوالي الربع واخرين فهي تعطي سنا واحدا فقط من بين ثلاثين لكن حوالي خمسة بالمئة من مرضى هذا المرض لديهم ثلاثة اسنان اضافية واكثر وفي حالات النادلة للغاية هناك الكثير من الاسنان التي تغطي تجويف الفم بالكامل تقريبا على سبيل المثال رجل هندي يضع اشيك هواي كان لديه مئتان واثنان وثلاثون سنان اضافية فقط تخيل كم هذا كثير لحسن الحظ الرجل اجرى عملية جراحية ونزع كل الاسنان الزائدة مرض رينود انا متأكد من ان كل واحد منكم قد تعرض لهذا لقد حملت اكياسا ثقلة من محل البقالة وعندما اتيت الى المنزل وضعت على الارض وشعرت بالرعب عند النظر الى اصابعك الاكياس اغلقت الاوعية الدموية بحيث اصبحت الاصابع شاحبة الاشخاص المصابون بمراض رينود لا يحتاجون حتى الى حمل اي شيء ثقيل المصابون بهذا المرض وعنون من نوبات من الاثرابات التصويرية لامداد الدم الشرياني باليدين او القدمين لهذا تصبح اصابعهم شاحبة وباردة وتتنمل بعدها ينفي عدى من الاوعية الدموية المصابة مما يسبب الالم محمر اليدين والقدمين الاسباب الحقيقية لمتلازمة رينود غير معروفة بعد لكن يفترض ان الاوعية الدموية للمرضى الذين يوغنون من هذا المرض اكثر حساسية للهرمون والادرينالين ان الاوعية الدموية الاشخاص الاصحة ينظر الناس الى قدرات اجسامهم على انها شيء يجب عليهم فعله على سبيل المثال هل نفكر تقريبا في كيفية معالجة الجسم للخدوش والكدمات؟ وحتى اكثر من ذلك لا نفكر في الموارد التي ينطوي عليها هذا قد يبدو ان الجروح تلتائم بسرعة كافية ولكن في الواقع يستغرق الامر حوالي شهر حتى يتلاء ما جرح الجسد تماما امامك تصوير سريع الذي يظهر قدرة الجسم على التجديد التقط مؤلف هذا الفيديو صورة الخدش في اصبعه كل اربعة ساعات وست مرات في اليوم لمدة ثلاث وثلاثين يوما من الاطارات يتضح ان الاصابع ليست غطيرة الجرح الاكثر شيوعا الذي تلقاه كل منه وبعد مشاهدة الفيديو باكمله يتضح انه حتى هذه الاصابة تستغرق وقتا طويلا حتى يتعافى الجسم هل تتذكر هذه اللعبة على الهواتف المحمولة القديمة؟ انها لعبة الثوبان انا متأكد من ان معظمكم تذكروا يشعروا الان باحساس الحنين الى الماضي في الصين يبدو ان هذه اللعبة تحظى بشعبية كبيرة يتم لعب هذا النوع من الالعاب من قبل طلب مدرسة في سينك في مقاطعة شانسي وهم اكثر المعجبين بهذه اللعبة تفانيا في هذه الاطارات ترى كيف يتم تشغيلها في الحياة الواقعية المشهد ممتع وغير عادي ونادرا ما يكون انا متأكد من انك لم ترى قط مثل هذه السلسلة من تلاميذ المدرسة يندفعون حول الملعب ويزيدون طولهم كل شيء هو نفسه في لعبة حقيقية اذا كنت تتساءل عن عدد اطفال المدرسة المشاركين في هذه اللعبة فعددهم حوالي ثلاثة الاف شخص الشيء الاخر المثير للاهتمام ان هذه اللعبة ليست عرضا لمرة واحدة حيث تقم هذه الاحداث في المؤسسة التعليمية كل اسبوع وفقا للمعلمين فهي ترفع من مزاج الطلاب ما هي العاب المحمول او العاب الكمبيوتر الاخرى التي تعتقد انه يمكن لعبها في الحياة الواقعية اكتب خياراتك في التعليقات وشاهد المزيد المزيد لان هناك العديد من الاشياء المثيرة الاهتمام التي تنتظرك مسبقا والتي ستراها لاول مرة في حياتك هناك العديد من المدن الفريدة والمثيرة الاهتمام على هذا الكوكب ولكن جزيرة الدماء تبرز من بينها جميعا فهي تقع في احدى قنوات سوتي في منطقة ميليكوف بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يتحدث اسم الجزيرة عن نفسها فهذه جزيرة تعج بالفعل بالدماء عند وصولك الى الجزيرة سترى مئات الالعاب المخيفة التي تتدل من الاشجار وترقد على الارض وتعلق ايضا على الاسوار والحبال عيون الدماء هامدة وبعض الدماء ليس لها عيون على الاطلاق فقط ثقوب فارغة على الرغم من كونها منطقة جذب سياحي شهيرة تشتهر بانها مكان مخيف بالمناسبة وفقا للأسطورة تم وضع الدماء لحماية الجزيرة من شبح الفتاة ويبدو انها لا تساعد حقا لان السياح يقولون ان الاشبح الحقيقية تعيش في الجزيرة والدماء نفسها ليست كذلك بسيطة كما تبدو وفقا للسكان المحليين في الليل تحرك الدماء اذرعها وارجلها واحيانا يسمع الهمس منافسة الروبوتات ما رأيك في المنافسات في المستقبل شخص يقول بان الرياضيين سيظهرون فيها المزيد من قدرات الجسم المذهلة وسيقول احدهم انه في المستقبل سيكون هناك المزيد والمزيد من البلدان ومن تخصصاتهم يبدو لانه لن يتنافس البشر بل الروبوتات في المستقبل تقريبا مثل هذا تستاذف كوريا الجنوبية بالفعل مثل هذه المسابقات في عام 2018 اقيمت اول بطولة التزلج على جبال الالب حيث شاركت ثمانية فرق من جامعات بحثية مختلفة في الروبوتات للجائزة الرئيسية في البطولة حضر ثمانية فرق من جامعات بحثية مختلفة بالاضافة الى شركة الروبوتات الخاصة تنافست الروبوتات في منتجع تزلج في اوهيلي بارك على جائزة قدرها عشرة الاف دولار يبدو غير عدي على الاقل من الثواني الاولى من هذا الفيديو ليس واضحا ما الذي يحدث هنا بالضبط بحيث بعض الغرائز العملاقة تتدخم في بعض الانفاق فما هو السبوية راح ولكن كما تضح فان المعنية هنا هو ان هذا الشيء الغريب هو قابس خاص بانفاق المترو تشبه مبادئ تشغيله مبدأ تشغيل القابس الذي تدخله في تصريف حوض الاستحمام الخاص بك تم تصميم هذا القابس العملاق لاحتواء انتشار المياه اذا بدأت الفيضانة فجأة في مترو الانفاق فهذا ليس قابسا ناميا ضخما فقط بل قادر ايضا على الحماية من موجة الانفجار وانتشار المواد الضارة وحتى من الاسلحة الكيميائية في حالة وجود خطر محتمل يتم تشغيل مضخة خاصة مدمجة في جدار النفاق يقوم على الفور بنشر وتدخيم القابس الذي يسد مسار الخط على اي شيء نكون الان قد وصلنا الى نهاية الفيديو فنتمنى ان تكون هذه المقاطع قد نالت اعجابكم نراكم بالفيديو المقبلي ان شاء الله اشتركوا في القناة